السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب سينيور ون هنكمل ان شاء الله كينجدم انيماليا وده شابتر سري لسون ون الكنجدم هنا عندنا مملكة الحيوانات بتكلم على تو لسونز لان الكنجدم دي فيها ناين فايلام وطبع حناخدهم كلهم ان شاء الله طبعا اكتر حاجة تميز كينجدم انيماليا وهي الاكثر تطور فحلقين هي كلهم مالتي سيرلر خلاص هنا مفيش يوني سيرلر نيكلاس اكيد يوكاريوتك احنا خدنا اليوكاريوتك من اول كينجدم بروتستا حلقين كل الليفينج اورجينيزم في كينجدم انيماليا يقدروا انه هما يتحركوا تمام بس في بعض الامثلة حلقين يتحركش ونتكلم عنها كمان شوية بس المعظم كان موف يقدر يتحرك من مكان للتاني كان رسبوند جماعة طريقة الريبروتوكشن كلهم سيكشوالي بنقسمهم لينفيرتبريت وفيرتبريت الينفيرتبريت يعني مفيش فيرتبرا الكولن طيب الكنجدم دي فيها كام فايلام احنا نتكلم على ناين نبدأ بالأولى على طول ونعرف تفاصلها فايلام نومبر ون في كينجدم انيماليا هي اسمها بوريفرا بوريفرا يعني السبونج اللي هو السفينج اللي موجود اللي في الاي في الاوشنز اللي في السي قليل منه ممكن يعيش في الفريش ووتر دايما بيكون في السولتي ووتر كمان لايف على هيئة انديفيدويل او ممكن يكون ان كولوني مستعمرات طبعا احنا كلنا عارفين السبونج ما يتحركش السبونج ده من الامثال اللي هولكو عليها ان هي ما تتحركش من مكان للتاني بس معظم طبعا الليفين اورجنيس بفل كينجدم هنا هتكون بتتحرك طيب بتبقى ثابتة فين طبعا ملتصقة اما بالنسبة لشكله البادي بتاعه هو بسيط جدا والستراكشر بيكون كده ممكن يلاقي الشكل بتاعه متنوع ممكن يلاقيه فيز شيب ممكن يلاقيه توبيول زي انابيب بيقى مفرغ من الداخل الجدار بتاعه يبقى هنا مدعم مش ما بكلمش عن ليفينج اورجنيزم ويزاوت سكيلتون لا هو فيه سكيلتون بس من الاوت سايد يبقى الجدار بتاعه هو لسابورد باي سكيلتون اوف عندنا سبيكيولز بنسميها جزاء الدائرية دي سبيكيولز اور فايبر او ممكن نلاقي اللي اتنين يعني سبيكيولز والفايبر في نفس الايه السبونج بيحتوي على بورز زي سقوب كده تمام في التوبيول نفسه والتوبيولز دي او سوري البورز السقوب اللي هم نتكلم عليها او الكنالز زير فور بالتالي السبونج نون از بنسميه عشان كيه سمناها بوريفيرانز يبقى الاسم نفسه المسمى للفايلم بسبب انه بيحتوي على بورز او سقوب اللي هي بوريفيرا جاي من بوريفيرانز كائنات اللي فيها سقوب الكافتي بالاخر لو نتلاحظ من الاوتسايد بيبقى اوبن بفتوح تو اوتسايد باي لارج طوب اوبنينج بنسمي الاوبنينج دي جماع بالاوسكيولم اوسكيولم ده الاوبنينج من الايه من الاوتسايد طريقة الريبرودوكشن حليه بتكسر سيكشولي باي جميات وممكن اسيكشولي باي بادنج عن طريقة نوبيتة برعة عن ريجينريشن يعني لو قطعت جزء منه ممكن يتجدد ده ويحصله ريجينريشن اشهر مثال طبعا السبونج انيمل تاني فايلام بعد البريفيرا والسبونج حنشوف دلوقتي فايلام كينداريام الكينداريانز ليفنج اورجنزمي عبارة عن كائنات بحري اكواتيك انيمل او اول عليها مارين تمام كلها بتعيش اما انديفيدول او ممكن تكون انكولوني في انووتر تركيبها العام الجسم بتاعها مفهوش هيد يعني طغز انتهفه هيد ريديال سيمتري في ماوس ادي الاوبنينج هنا او اتسايد في ماوس ده الهايدراء اللي احنا شايفينه دلوقتي ده اول اكزامبل على الكينداريام هلاقي الماوس سراؤند باي زي اكستنشن تمام او بروتروشن وكل الاكستنشن دي بنسميها تنتيكلز ده كده ادي التنتيكلز زي ما احنا شايفين الامتدادات اللي خرجه من الماوس طبعا جواها كافتي بنسميها جاسترو فاسكولر كافتي والخلايا بتكون مترتبة انتو لاير اوف تيشو على هاي التوقتين الاوتر وان بتبقى زي اه ستينجنج سيلز يعني فاوند ان بكمية كبيرة ان تنتيكلز عشان نحصل دفاع عن النفس فور سلف دفنس ان دي كابتشر بري يعني الخلايا دي اللي يلي اسمي تاني الكنيدوسايت اهي او اللي ايه الستينجنج سيل الخلية اللاسعة يبقى الطبقة الخارجية من البادي اوف الكينداريانز لازم يكون من خلايا لاسعة بحيث انها بتساعدوا للحماية وانه يدفع عن نفسه اهم من امثلة اللي عندنا في الكينداريانز واللي بيتميزوا بالكنيدوسايتس او الخلايا لسعة هلاقي الهايدرا هلاقي عندنا هو الاوريلين زي الجلي فيش وفي عندنا السي انامون اللي هو زي شقائك النوع من نوع النوع المورجين فكل اللي دي تعتبر اكواتيك اناميلز بموجودة في فايلام نمبر تو اللي هو الكينداريا تمام بقول عليهم كينداريانز تعالوا نشوف اول اختيار بيقولك طبعا ده هم اللي اتنين مشتركين في النقطة دي يعني مفعش اختراك كاكسبت للسبونج اللي احنا عارفين ان هو كائن ما بتحركش وياتاتش توزا روكس في الاوشنز والسي وبينتامي طبعا الكينداريانز اناماليا اما البلازموديوم هو تبع كينداريانز بروتستا وحلاقي فايلام بروتوزوة من انواع البروتوزوة اللي بيسبب مرض المالاريا البلازموديوم كان البروتوزوة الوحيدة اللي مش بتتحرك لان هي ريبروديوز باي سبورز عبارة عن سبورز موجودة في الموسكيتو وبنتنتقل من الموسكيتو للهيومن طيب يبقى هم اللي اتنين مش بتحركوا فانا مش هختار دي بيقولك كمان عندنا بيينج هيتروترافيك أورجانزم هم اللي اتنين هيتروترافيك أورجانزم طيب بعد كاها ريبروديوسينج سيكشولي اند اسيكشولي برضو الخاصية دي موجودة فيهم هم اللي اتنين في عندي كومبلكس دي جري اوف زباديو طبعا هنختار دي لان احنا بنتكلم عالبلازموديوم كائن بسيط من كينجدوم عندنا بروتستا في البروتوزوة ولكن السبونج ده في الانيماليا فاكثر تطور طبعا فعشان كده فكرة الكمبلكس دي مين اللي مور كومبلكس هو السبونج هنختار دي هنحيلي تستي يورسيلف اللي هو نمبر تو انا مجمعاهم مع بعض بيقولك هنا اولسو هايدرا وبيقولك الهايدرا اكتر حاجة بتميزها نوع الفود ريليشن ينفع اقول باراستيزم؟ لا ما ينفعش لان الباراستيزم معناها ان الكائنات دي عندها القدرة بارازايت على هست تتطفل على كائن تاني فتتغزى منه زي البروتوزوة مثلا تمام؟ فالهايدرا مش كده هي بتروحش تتطفل ولكن هي بتستخدم الخلايا لساعة بتاعتها عشان تفترس الفريس يبقى بريديشن فبريديشن اللي هي الافتراس ده الفود ريليشن اللي نقدر نقول ان هي اجابة صحيحة والهايدرا تميز بيها اما بقى السابروفايتزم يعني ايه؟ سابروفايتز يعني كانت محللة والهايدرا بعيدة عن الموضوع ده تمام كانت المحللة اللي هي بتبقى عايشة على الرمينز البقايا لدد أورجانيزم تمام؟ زي بعض طبعا البكتيريا والفنجاي لكن السيمبيوزز اخر بقى اختيار اللي هو المعايشة يعني مثلا انا ما اقول لك ان في بعض البلانت النباتات بتبقى متعايشة على السبونج هي مش بتضروا ولكن هي متعايشة معاه فده كده فور اكزامبل نمبر سري والفايلام التالت هتكلم على البلاتي هيلمنز هيلمنز يعني ديدان يعني فلات وورم ديدان مفلطحة النوع ده من الانيميلز بيبقى برازتك يبقى دي اول حاجة خدنا بالنا دي برازتك مش بريديتور مش كائنات مفترسة هيبقى لازم تتطفل على كائن تاني دي بتعيش مرحلتين في حياتها فبالتالي بيكون لها تو هوست اوكي ممكن بعضها او جزء قليل جدا يبقى فري ليفين لكن المعظم برازتك ان تو هوست ده بالنسبة للفلات وورم النوع ده من الدين لازم يكون له هد لان الهد هي اللي فيها الماوس اللي هيقدر ان هو يعمل ساكنج للبلد او يمتص بيها الدم بيكون الجسم بتاعها فلات زي ما قلنا بتكون من سري لييرز بنقول على السري لييرز اللي هما التراي بلو بلاستيك عندي كمان طاي لاترالي سيمتركي يعني الجناب هي متشابه تمام نوع السيكس بتاع الفلات وورم معظمهم هرمافروتس يعني قليل جدا لما تلاقي يوني سيكشوال كل وورم فيها الميل والفيميل طيب اهم الامثلة عندنا البلناريا البلهاريسيا التيب وورم قادب بلناريا زي ما احنا شايفين شكلها ودي البلهاريسيا المعروفة بتسبب مرض فيه الليفر التيب وورم دي دان شاريطية يعني شكلها فعلا شاريطي جدا بتبقى مفلطحة كده مبططة طيب تعالوا نكمل مع بعض فيلم نومبر فور يبقى احنا عندنا الفلات وورم او الديدان المفلطحة ده فيلم لوحده اما بقى هنا في نومبر فور حاخد الراوند وورم او الديدان اللي هي بتبقى جسمها دائري بنسميها نيماتود نيماتود النيماتود هلاقي فيها ليفنج ارجانيزم كلهم يا جماعة are free living in water عايشين بحرية في المية او ممكن في المض في الطين تمام لما بتيجي تتطفل تتطفل على الهيومن او الانيمان او في البلانت تركيب الجسم حالاني بتكون من سري لييرز وبيكون ايه بالاترال برضو سيميترك في قناة هضمية جوه اليمانتري كنال اليمانتري كنال طبعا لها تو اوبنينج البداية هتبقى الماوس والنهاية تبقى الانوس حجمها متراوح مختلف ممكن يبقى حجمي يعني انت تقدر تشوفه ميكروسكوب او انت توصل حجمها الوان متر النوع بتاعها يوني سيكشول يبقى في فرق مهم هنا ان انا عندي الراوند وورم يوني سيكشول ولكن هنا في الفلات وورم كانت هرمافروتت نكمل اهم اشهر الامثلة في الراوند وورم وديدان اللي هي بتبقى استوغنية على الاسكارس وورم والفلاريا طبعا الفلاريا اللي بتعمل مرض الاليفانتيازيس اللي هو تورم القدمين اللي وبنوع عليها زي قدم الفيل كده كمان الاسكارس من الديدان اللي بتدخل وبتعمل انفكشن في السمول انتستن نومبر فايف هننتقل لفايلام اناليدا وهنا فهلاقي رينج وورم او سيجمينتد وورم الدودة نفسها بتكون سيجمينتد متقسمة عن طريق رينج حلقات عشان كما سميها رينج وورم طريقة المعيشة بتاعتها ممكن تلاقيها في ريليفينج ان سي في الفريش ووتر في الماضي السايل بتورباليات طينية فيو ار اكسترنال برازيدي هلاقي البادي بتكون من رينج حلقات او سيجمينت ده اكتر حاجة بتميز الاناليدا هلاقي كمان ان فيها فيه سباين لايك ستركتر بيبقى خارج من جسمها نفسه بنسميه كيتي او او تمام بيبقى اصلا مدفون في الجلد او مصف وورم تهيلب زمين موفمينت هتساعدها انها تبقى متشبس كده بالارض بطر تتحرك تمام النوع السكس طبعا هو يونيسكشول وقليل جدا لما يكون هرمافروتت ولكن المعظم في الارس وورم او الاناليدا بيكون يونيسكشول طبعا اشهر نوع هو الارس وورم زي ما قلناه كذا مرة وده بيعيش فيه السويل دايما بيحفر كده زي انفاء فيدي تهوية يعني هو له فوايد للتربة اصلا الزراعية على فكرة ويزوت من خصوبتها عندنا نظر اكزامبل حلاقي الليتش الليتش اللي هي العلقة ودي من الاكسترنال برازايت يعني متطفلة تمام تعالوا ندخل على تستيرسل بقول لك ليفينج ارجانيزم اكس اللي قدامنا ده وليفينج ارجانيزم واي بلونج توزا سيم طيب احنا بنتكلم عن نفس ايه اكيد مش نفس الفايلة لانه واي دي سجمانتت لسه ايلنها اللي هي ايرث ورم اهي تمام والاكس دي يا جماعة دي الراوندد في فرق ما بين السيجمانتت او الرينج ورم وما بين الراوندد ورم والنماتود فده نماتود تمام كده انا بفرق لك اهو ادي الاكس والواي فهو ما نفعش اقول نفس الفايلة ولكن the same kingdom فنختار kingdom بعد كده which of the following is applied to the opposite figure طيب الصورة بقى السؤال هنا بيتكلم على اللي تش its body is unsegmented لا هي segmented لان من الخصائص اساسا الرينج ورم او segmented انها متقسمة its body is radially symmetric live freely بتاشبه حرية it's parasitic لا طبعا اكتر حاجة بتميزة هي انها parasitic animal ندخل على الفايلة number 6 من kingdom animalia وهو فيلم arthropoda arthropoda اللي هو من مفصليات يعني منتكلم على الحشرات تمام الانسكت اللي بيكون لها jointed legs طيب البادي بتاعها بيكون bi-laterally symmetric تمام اوكي it's divided into number of segments يعني جسمها متقسم which carry many bear of a bandage extension يعني that are divided into several jointed piece زي ما قلتلكم بتبقى اطرافها عبارة عن jointed زتا اي مفاصل jointed legs طيب عندنا divided into several regions that are covered by exoskeleton كل الارثروبوت اللي هادو عامة خارجية exoskeleton هلا ايه هم متقسمين into four classes اول class اللي هو class crustacea وده هم القشريات هنا احنا عندنا الجسم consist of a two regions في منطقتين تمام مش اكتر which are the cephalothorax ادي الجزء الاول والتاني بقول عليه الابدومن البطن cephalothorax الجزء الاول وددي بقرره والابدومن هو السكند covered الجسم بتاعها متغطي بمادة زي chinos cuticle يعني كشرة خارجية الكراستيشيا هلا انه هم عندهم jointed appendage يعني زي ما قلتلكم كده extension او امتداد من جسمها بيكون jointed مفاصل وبتتغير modified بقى على حسب ال function حسب الوظيفة اللي هتقوم بيها الاي نوعها compound مش simple مش بسيطة العين بتبقى مجمعة زي breast by gills تمام وهلاقي اهم الامثلة اللي عندنا ال brown الكراب اللي هو سرطان البحر الكراب اللوبستر اما class number two اللي هو الاركندا يعني بنتكلم على العنكبوتيات الجسم بتاعهم بيكون متقسم برضو ل two regions cephalothorax وابدومن بيكون بقى من ايه؟ معروف عنده اربع ازواج من الاطراف يعني بنتكلم او الارجل المفصلية لكن هنا مقدرش اقول عدد محدد لكن في الاركندا هقول forebear forebear of walking leg تمام؟ they are unisexual كل طبعا الميل واحده وفي ميل واحده unisexual او separated هلا ان هو الاي بتاعته بتكون simple تمام؟ دي من 10 الحاجات عندنا كمان priest طريقة النفس هنا مختلف بقى هنا عنده tracheuse او long books بتبقى حجمها بسيط جدا في long books تمام؟ طيب انا عندي اشرة الامثال spider والscorpion هما مثالين spider والscorpion موجودين في class arcanida ثالث class class insecta يعني الحشرات شي اللي بقى ال spider والscorpion اي حشرة تانية غير ال spider وغير الscorpion بيبقى تبع class insecta ويبقى عندها three bear of walking leg تمام؟ طيب البادي هنا consist of three regions متقسم لثلاث اقسام هلاقي head و thorax و abdomen ده الثلاث اجزاء في الانسكتة هلاقي ان هما عندهم three bears زي ما قلتلكوا of walking leg وبعضهم بيكون عنده two bear of wing يعني زوج من اجنحة زي البتر فلاي الدراجون فلاي ولكن في البعض هيكون عنده one bear زوج واحد زي مثلا هاوس فلاي والموسكيتو عندها one bear one bear of wing وفي نوع كمان بيبقى wingless ما عندهش اساسا زي الانت النمل نوع من الانسكت ولكن without wing يبقى احنا عندنا تصنيف للانسكت على حسب الوينج اذا كان عنده two bear ولا one bear ولا wingless طيب ندخل على الاي الاي بتكون عنده one bear of compound eye and one bear of antenna الانتنى دي زي الاستشعار عندنا الانسكت كلها بتتنفسها عن طريق تراكيولز ده كده بالنسبة للبريسنج اشهر الامثلة بقى fly musket وبقى albis عندنا كل حاجة الانت خلاص دراكون فلاي وهكذا اخر خلاص خلاص ميريابودا جسمي فيه متقسم لtwo regions منطقتين مش ثلاثة زي الانسكت حاليا عندنا فيه head و trunk لكن هنا كان عندي two segment اللي هما سفالوسوركس وابدومن لكن الميريبودا لا head و trunk طيب الجسم ده بيكون several segments يعني trunk نفسه الجزع نفسه او الجسم متقسم لكذا segment segmented هي they have many walking legs وعندها عدد كبير جدا من الليكز زي مماربعة واربعين والحاجات دي زي بريس باي تراكيولز ولا اشهر مثال عندنا اللي سكولوبندرا زي ما قلتلكو كده سكولوبندرا تحيلي test yourself all the following features prove that the opposite living organism belong to class arcanidas not insect يعني كل الاختيارات دي مفروض تنطبق على زي السبايدرز او السكوربيون مش على الحشرات except ما عادة هيقول لك هنا اول اختيار زي number of joint لك طيب في الصورة اللي عندنا ده عندها سبايدر ف number of joint المفروض ان ده ينطبق اهو عنده يبقى تبع الاركنيدا تمام ما فيش مشكلة exoskeleton لا مفروض ان ما عندوش exoskeleton exoskeleton ده يلاقيه فين في الكراستيش هنا الكشريات يا جماعة هما اللي عندهم متغطية بطبقة اهي من الكايتينيوس او الكيوتيكل تمام كشرة فما تلاقيها فين في الكراستيش فقط طيب نكمل يبقى احنا كده النسبة ده دي الاجابة قاعدة كده زي by division هو وضع متقسم احنا عارفين انهم متقسم اللي هو سفالو thorax and abdomen زي ما قلنا قبل كده اهو بعد كده زي type of eye بتكون سيمبل نوع الاي هنا سيمبل فكل ده تمام لكن الاكسبت الحاجة المش متغفقة هي موضوع الاكزوسكلتون اللي موجود في الكراستيش نمبر سيفن فيلم مولاسكا وهنا حلاقيه بمعظم الكائنات هنا live in salt water وبعضها in fresh water and a few on land المولاسكا بتبقى جسمها بداخل soft عبارة عن soft mass وانسيجمنت مش متقسم has muscular part used in locomotion يعني عندها بعض الاجزاء العضلية بتساعدها على الحركة called foot كأنها قدم it has a well developed head رأسها بتبقى اكثر تطور زي ما احنا اخذين بلنا كده في الديزارت سنين عندها developed head carry sense organ and it may absent in some species ممكن بعض الاسبيشيش منتكونش فيها يعني sense organ it has calcress shell اللي هي بنسميها القوقع نفسه او المحار المحارة where it may be external او ممكن تكون internal يعني فيه انواع وانواع تمام خلايا عندي carrying row of teeth عندها صف من الاسنين في المولاسكا which called radiola that is used in feeding بتساعدها عشان تطعم نفسها نوع السكس هنا معظمهم بيكونوا unisexual نحن كل ما بنتطور كل ما بنتكلم على unisexual وفيوق قليل بيكون hermaphrodite ولكن الاغلب بيكون unisexual اشهر امثلات المولاسكة زي ايه desert snail oyster octopus اسكليتون ليها يعني اسكليتون او ضعامة صلبة هلاقي الول ممكن يكون خارج منه spines زي الاشواك كده واشهر مثال بيكون بالشكل ده السين هنا archen السي ارشن اللي هو في البحر في بعضهم بيكون عنده calcarius plate يعني ايه يعني طبقات من الكالسي او طبقة كالسية كالسي يعني مترسب فيها مادة الكالسيوم فمتصلبة بسبب وجود وترسب مادة الكالسيوم عشان كاسمها calcarius جاية من الكالسيوم اللي ايه هو المكون الاساسي لها زي ما لقيت مثلا هنا عندي السي كيو كامبر هو برضو متغطي اهو تمام بعد كده حلاقي انه هم في بعضهم يحتوي على والتيوب فيت بتساعدوا على الحركة وفي منهم برضو بتحركوا بالارم بالازرع زي السي ستار بتحرك بالارم بتاعته الاسباينز برضو بتاعتوا بتساعد على الحركة فهم كلهم بيطروا يتحركوا عن طريق الايه الاكستينشنز اللي عندهم سواء بتكلم بقى على ارم او فيت او سباين اما موضوع الاند لا ما عندهمش نهايات لان جسمه ملوش لا انتري ولا بستريور لا مقدمة ولا نهاية لكن عنده اسطح يعني هو بتكون من two surface او two side في عندنا surface بيكون بيحتوي على الماوس where the mouse is located ده سطح من الاسطح اللي في جسمه وبنقول عليه الاورال سيرفس اما الاوبزت سيرفس بنسميه الاورال سيرفس نوعه السيكس بتاعه خلاص كل عندنا الاتينو درماتا طبعا يوني سيكشول طريق الريبروداكشر بتكاثر بالجميع يعني سيكشول او اسيكشول عن طريق الرجيني ريجل ومعروف ان الاسي ستار من الحاجات لو قطعت منها الارم بس اهم حاجة يكون فيه هنا السنتر الديسك يكون موجود تمام عشان يقدر يعمل ريجيني ريجل اشهر الامثلة خلاص عرفناها اللي هي السي ستار عندنا السي ارشن والسي كيوكامبر تست يورسيلف بيقولك هنا from the common feature between leaving organism x and y x ده الاكتوس y ده زي ما شفناه من ضمن الاتينو درماتا فبيقولك من ضمن الحاجات المشتركة هما الاثنين unsegmented and movable لا هما يتحركوا لكن not segmented انا عندي هنا مفيش segment unsegmented طيب number b بيقولك presence of hard skeleton لا hard skeleton انا نلاقيه في الكيوكامبر لكن الاكتوس ما معندوش hard skeleton c بيقولك presence of head هما الاتنين عندهم head طيب d unsegmented دي صح طبعا and movable body هما اتنين بقدروا يتحركوا والجسم بيكون غير مقسم unsegmented فنختار دي كاجابة صحيحة بكده نكون خلصنا listen one من شابتر 3 kingdom animalian ان شاء الله نخطب مع بعض المنهج في الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي سلام عندهم أكثر وهذا كان ما شرط ��